سلام عليكم وهلا بيكم في فيديو جديد ازاكم يا شباب اخباركم ايه يا رب بتكون كلكم كويسين وبخير دايما يا رب لو انت من محبين الاضاءة اللي بتكون ورا شاشة التلفزيون او ورا المونيتور بتاعت الكمبيوتر وبتنور بالشكل اللي انت شايف قدامك دلوقتي ده فبالتأكيد انت شفت او قدقم الاضاءة التكيفية اللي بتدرع عن طريقة انك تخلي الاضاءة اللي ورا شاشة التلفزيون دي تبقى بتتحرك مع الصورة اللي المعروضة على الشاشة فالفيديو ده هيكون مقارنة بين اتنين من افضل الموجودة في السوق دلوقتي وهم فاقول لك دلوقتي الاختلافات اللي ما بينهم واي جهاز فيهم هيكون افضلك او مناسب لك اكتر بس يا ريت لو الفيديو عاجبك ما تنساش تدوس لايك للفيديو وتشترك في القناة لو لسه مشتركتش علشان يوصل لك كل جديد من محتاج القناة وما تفتركش اي فيديوهات جديدة ويا ريت انت بعرف ان انت قدامك تلات طرق مختلفة تقدر توصل بيها للتأثير او بتاع الاوذاءة للي بيكون موجود ورا شاشة التلفزيون او ورا المونتور بتاعت الكمبيوتر الطريقة الاولانية ودي الطريقة التقليدية جدا اللي كل الناس بتعملها وهي انها بتشتري الشريط بتاع ولكن الطريقة دي انا بقول عليها طريقة تقليدية لان ما فيش فيها اي جديد او ما فيش فيها حاجة ممتعة لان بتبقى الاوضاءة شغالة بشكل ملوش اي علاقة خالص باللي شغال على شاشة التلفزيون او اللي بيتعرض على شاشة التلفزيون او المونيتور. والطريقة التانية هو انك تخلي الاضاءة في سنك ما بينها او مزامنة ما بينها وما بين الصورة اللي معروضة على الشاشة. وعلشان تقدر تعمل كده قدامك طريقتين. اول حاجة ام تستخدم زي اللي قدامك دلوقتي ده من فيليبس. والطارئة التانية هو انك تستخدم كاميرا زي الكاميرا بتاعت اللي هاتكلم عنها اكتر دلوقتي. الطرئة بتاعت La بتعتمد على انك بتوصل كل الاجهزة اللي عندك على ده. وبعد كده بتاخد وصلة من لشاشة التلفزيون. ده بيعمل عملية تحليل البيانات بتاعت الصورة ويبتدي يعمل مزامنة ما بين الالوان بتاعت الصورة المعروضة على الشاشة والالوان بتاعت الموجودة في ظهر الشاشة. والطريقة التانية بتاعت الكاميرا بتعتمد على انك بتحط الكاميرا دي فوق شاشة التلفزيون. والكاميرا دي هي اللي بتقرأ البيانات بتاعت الصورة المعروضة على الشاشة. وبتستخدم الزكاة الصناعي في ان هي تعمل عملية مزامنة ما بين الالوان بتاعة الصورة اللي على الشاشة والاضاءة بتاعة اللي موجودة بظهر الشاشة. فلو انت بتدهر على ادق او ادق درجات الوان للاضاءة وتكون يعني مفيش اي تأخير ما بينها ما بين الصورة المعروضة على الشاشة والاضاءة بتاعة اللي ورا الشاشة يبقى نصحك انك تجيب لان يعتبر حاليا ان هو افضل جهاز في السوق تقدر انك تعتمد عليه في المهمة دي لان طبعا فيه اجهزة تانية كتير موجودة في السوق ولكن بيعتبر هو ادق جهاز فيه. ولكن على الرغم من كده فالجهاز ده فيه عابين مهمين. العاب الاولاني هو سعر الجهاز ده لانه سعره يعتبر مرتفع شوية لانه بيتكون من طلت قطع القطع الاولانية وهي هتلاقي سعرها حوالي امتين وخمسين دولار تقريبا. والقطع التانية وهي وهي ده هتستخدمه عشان تقدر توصل الجهاز ده بالواي فاي اللي عندك او بشبكة الواي فاي عندك. لو انت بالفعل كان عندك اجهزة من اجهزة وعندك ده فيبقى انت مش هتحتاج تشتريه تاني لكن لو انت ما عندكش اي حاجة من اجهزة يبقى هتحتاج انك تشتري دوت. وطبعا الجزء التالت هو هو بتاعت الاضاءة او الشريط بتاع الاضاءة نفسه هتلاقي سعره برضو حوالي امتين وخمسين دولار. وعمويا لو انت حابب تشتري الحاجات دي فهسيب لك الرابط بتاعت الشراء في صندوق الوصف بتاع الفيديو وتقدر تدخل عليها لو انت حابب انك تشتريها من على موقع اما العيب التاني في الجهاز ده هو مش عيب متعلق بشركة تحديدا ولكن العيب ده متعلق بالانزمة اللي بتكون معتمدة على بشكل عام سواء من شركة او من اي شركة تانية. لان زي ما قلت لك من شوية النظام ده بيعتمد على انك بتوصل اجهزة بتاعتك على يعني لو انت عندك مسلا او عندك فبتوصل اجهزة دي على وبعد كده تاخد واصلة من توديها لشاشة التلفزيون. فبالتالي لو انت موصل ده على شاشة تلفزيون سمارت. فانت مش هتقدر انك تشغل التطبيقات اللي موجودة على شاشة التلفزيون على سينك بوكس لان ما فيش وسيلة تاخد بيها الاشارة بتاعت الصورة من التطبيقات اللي موجودة على شاشة التلفزيون. فده يعطب العيب ممكن يضايق ناس كتير في الجهاز ده لان اغلب الناس دلوقتي عندها شاشات تلفزيون سمارت فمش هتقدر تستفيد من السينك بوكس لو انت كل البرامج اللي انت بتفرج عليها معتمدة على اللي بتكون موجودة على شاشة التلفزيون. وطبعا برضو لو انت بتوصل التليفون بتاعك على شاشة التلفزيون فمش هتقدر ان اتشغل التطبيقات اللي بتكون موجودة على التليفون على بالاضافة لكده كمان فالسينك بوكس بيدعم الصورة الستين فريم برساكند بس او الفور كي ستين هيرتز وبيدعم وبيدعم لكن لا يدعم او لا يدعم الجيمز المية عشرين فريم برساكند او الفور مية عشرين هيرتز. وهي دي النقطة اللي بتميزة الانزمة اللي بتكون معتمدة على الكاميرا عن الانزمة اللي بتكون معتمدة على السينك بوكس. لان الكاميرا لما بتكون متعلقة على شاشة التلفزيون بتقرأ الصورة اللي موجودة على الشاشة بغض النظر بقى في تطبيق شغال في بلاي ستيشن في ديف دي بلاير. هي مش فارق معها هي بتقرأ الصورة اللي موجودة على الشاشة التلفزيون وخلاص. ولكن في نفس الوقت العيب النظام ده ان بتكون في اكتر شوية من الانزمة بتاعة يعني هتلاقي ان المزامنة ما بين الصورة اللي معروضة على الشاشة والاضاءة بتاعة هيكون فيها شوية او يعني ممكن ما تكونش بنفس الدقة قوي زي ولكن النقطة بتاعة شركة تحديدا بتادت ان هي تتطور فيها اكتر وبتادت تقل كتير عن الاجهزة الاولينية او عن اصدارات الاولينية من الاجهزة بتاعتها لان هي دلوقتي بتادت تعتمد على الزكاة الاصطناعي وبتادت ان هي يعني بتقسم الشاشة الاكتر من اتناشر زون او اتناشر جزء مختلف وبتبتدقي ان الكاميرا بتعمل يعني عملية تحليل البيانات في كل جزء من الشاشة فالموضوع بتاع الزكاة الاصطناعي بتدى يتطور قوي في الجهاز بتاع جوفي فعلشان كده يعني بيعتبر النتيجة بتاعته مشابهة تقريبا للنتيجة بتاعت السينك بوكس ومعنى كلامي انك زي ما انت شايف دلوقتي هتلاقي ان دي ما هي سينك بوكس الدقة بتاعت الالوان بتاعته بتكون في الاضاءة الخلفية بتاعت هتلاقي الالوان بتاعتها مشابهة تماما للاطراف بتاعت الشاشة او الالوان اللي موجودة في الاطراف بتاعت الشاشة وحدود الشاشة. اما الجوفي ان فيجوال كاميرا فبتعتمد على ان هي بتكون شايفة كل المشهد المعروضة على الشاشة. وبتستخدم الزكاة الاصطناعي في ان هي تميز نوع المحتوى اللي انت بتتفرج عليه. سوى ازا كان او ريسين جيم او حتى لو بتفرج على فيلم. وبتبتدي ان هي تعمل عملية تحليل البيانات دي وتقدم لك افضل جودة ممكنة لدرجات الالوان بتاعت الاضاءة. طيب حلو جدا دلوقتي بعد ما فهمت الفرق بين النظامين دول تعالى فرجك تجربة بقى على اكتر من مشهد نستخدم فيهم الكاميرا وكاميرا من شركة مجهولة ومن شركة مش معروفة قوي. علشان تعرف الفرق برضو ما بين التلات اجهزة هيكون عامل ازاي وتعرف تاخد قرار الشراء بتاعك. وزي ما قلت لك هسيب لك اللينكات بتاعت شراء لاجهزة دي في الصندوق بتاع وصف الفيديو. وهبتدي اول تجربة بالفيلبس. هيو سينك بوكس. وزي ما انت شايف دلوقتي قد ايه درجات الالوان بتاعت الاضاءة دقيقة جدا ومشابها لدرجات الالوان اللي موجودة على الشاشة التلفزيون. كمان هتلاقي المزامنة ما بين الدرجات بتاعت الالوان اللي على شاشة التلفزيان ودرجات الالوان بتاعة الاداءة قد ايه المزامنة وبينهم قريبة جدا ودقيقة جدا. اما تاني حاجة تشوف ها دلوقتي هي الكاميرا اللي من شركة مجهولة شوية ومن شركة مش معروفة قوي. وهتلاحظ طبعا ان يعني فيه تأخير شوية في التفاعل ما بين الدرجات بتاعة الاداء والالوان اللي معروضة على شاشة التلفزيون نفسها. كمان هتلاقي ان الاستجابة بتاعة الاداء اقل شوية من شاشة التلفزيون او هتلاقي يعني ان فيه تأخير دايما في الدرج اللوني اللي انت بتشوف من الالوان في الكاميرا دي مش حلو زي ما انت شفته من الفيليبس هيو من شوالي. اما الكاميرا بتاعت جوفي ان فيجول اللي انت شايفها دلوقتي هتلاقي ان الاستجابة بتاعتها تقريبا مشابهة للاستجابة بتاعت الفيليبس هيو سينك بوكس هتلاقي برضو ان الدمج بتاع درجات الالوان يعني افضل شوية من الكاميرا اللي فاتت وبشكل عام هتلاقي ان الاستجابة بتاعتها في نفس تقريبا المستوى بتاع لو روحنا المشهد التاني زي اللي انت شايف قدامك دلوقتي ده هتلاحز قدية ان درجات الاضاءة بتاعته بتكون دقيقة جدا ومشابهة للمشهد المعروض على الشاشة والمزامنة ما بينها وما بين الشاشة بتكون سريع جدا اما لو روحنا للكاميرا اللي هي من شركة مجهولة شوية هتلاقي طبعا ان في يعني حاجات غريبة جدا بتحصل مفيش اي مزامنة ما بين الصورة وما بين الالوان بتاعت الاضاءة اللي شغالة هتلاقي ان كمان الدرجات بتاعت الالوان غير دقيقة على الاطلاق ومعتقدش ان انا هفرقكم مشاهد تاني للكاميرا دي بس حبيت بس هفرقكم كده نموذج للكاميرا لما بتكون وحشها بتبقى عاملة ازاي بالزبط ولكن لو روحنا دلوقتي لنفس المشهد باستخدام الكاميرا هتلاحز ان يعني الدرجات الالوان مش بنفس الدقة بتاعت ولكن في نفس الوقت احسن بكتير من الكاميرا اللي فاتت يعني في اغلب المشاهد اللي بتكون فيها درجات الوان زحمة شوية والمشاهد اللي بتكون فيها الوان زحمة شوية ممكن ما تكونش يعني فيها الاضاءة بنفس الدقة بتاعت ولكن في نفس الوقت يعني بشكل عام هتلاقي ان اداءها افضل بكتير من الكاميرات اللي بتكون من شركات مش معروفة اولي ولو روحنا المشهد تاني زي الجيم اللي انت شايف قدامك دلوقتي ده طبعا هتلاقي ان درجات الالوان بتاعته دقيقة جدا بالمقارنة الالوان المعروضة على شاشة التلفزيون ولكن الغريب شوية في الموضوع ده انك لو استخدمت الكاميرا مع نفس المشهد ده هتلاقي ان يعني ممكن تكون لدرجات الالوان بتاعت كاميرا احسن من يعني ان هو يعني بيستخدم برضو الزكاة الاصطناعي في ان هو يقدم لك افضل درجات الوان ممكنة من الصورة المعروضة على الشاشة فالموضوع هنا يعني بيختلف شوية على حسب تبديل كل واحد ولكن بشكل عام هيكون اداءه يعني تقريبا مشابه لاداء فعلشان اخص لك برضو الموضوع ما تتلقبطش دلوقتي لو انت بتدور على افضل وادق نتيجة ممكنة وعمل الفلوس مش هيفرق معك ففي الحالة دي هيكون مناسب جدا بالنسبة ليك بالاخص كمان ازا كان عندك لمبات تانية سمارت من يعني لو انت عندك لمبات متوزعة في القوضة ولمبات زكاية يعني من اللمبات بتاعتهم وحابب انك تعمل عملية مزامنة ما بين اللمبات دي كلها تقدر تتخدم في ان هو يعمل لك مزامنة للالوان بتاعت الاضاءة اللي موجودة في القوضة عندك كلها مع الالوان بتاعت الشاشة كمان فدي ميزة حلوة جدا لكن لو انت الميزانية بتاعتك كانت يعني محدودة شوية ومعندكش اي منتجات من اللمبات بتاعت فانا رأيي انك تجيب الكاميرا هتكون يعني حل مناسب جدا بالنسبة ليك فانا في النهاية ان الفيديو كون قفتك فعلا ودلوقتي تدار تتفرج على فيديو ثاني من الفيديوهات اللي هتزال قدامك قريت في النهاية متنساش اللايك والشير ونتقبل الفيديو جديد ان شاء الله سلام